أنعم جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة على ذوي شهداء معركة الكرامة ومصابيها بميدالية مئوية الدولة الأردنية بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لمعركة الكرامة وجاء هذا التكريم تقديرا وعرفانا للتضحيات التي قدمها الشهداء والمصابون وتخليدا لبطولات أبناء الجيش العربي في سبيل الدفاع عن ثرى الوطن وحماية مقدراته وتعد معركة الكرامة التي قادها جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال من المعارك الخالدة في تاريخ القوات المسلحة الأردنية والتي سطر خلالها نشام الجيش العربي أول نصر تاريخي تفخر به الأمة العربية